انهيار الاقتصاد وشح المواد الغذائية وارتفاع الأسعار وسوء تعامل الحكومة مع أزمة كورونا كل هذه العوامل أثارت غضب الكوبيين ودفعت الآلاف منهم للخروج في مسيرات بالعاصمة هافانا وعدة مدن أخرى للمطالبة بإسقاط الحكومة في المقابل شنت السلطات الكوبية حملات قمع واعتقال واسع ضد المتظاهرين والنشطاء حيث اعتقلت أكثر من مئة شخص وقطعت وسائل الاتصال ونشرت قوات الأمن في أنحاء البلاد لقمع المظاهرات محللون السياسيون أكدوا أن الشعب الكوبي ينتفذ بشكل غير مسبوق لأول مرة منذ ستة عقود اعتراضا على ترد أوضاع المعيشة والخدمات الصحية الرديئة في ظل تفشي فيروس كورونا من جانبه يلقي الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانال بالنائم على الولايات المتحدة وعقوباتها على كوبا التي تسببت في خنق الاقتصاد وخروج الناس للاقتتال في الشوارع حسب تعبيره أما الولايات المتحدة التي تناصب كوبا العداء منذ عقود فقالت إنها تقف إلى جانب الكوبيين وطالبت الحكومة بالاستماع إلى الشعب وخدمة مصالحه وقالت المكسيك التي تربطها علاقات وثيقة تاريخيا بكوبا إنها مستعدة للتبرع بإمدادات الغذاء والدواء وشددت على ضرورة عدم تدخل بلدان أخرى فيما يجري في الجزيرة ترجمة نانسي قنقر